أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان خاصةً خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس مجلس السيادة السودانية وفي لقان آخر مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ثمن الرئيس السيسي شركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة والمؤسسة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رافيع المستوى المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما تعلق بمسار الأزمة الراهنة حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنصيق لإصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحسيسة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعاطف الحرج الذي يمر به ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذا في الاعتبر الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدأ عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيم مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدته وسلامة أراضيه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد مختر ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ذلك الإطار سمن السيد الرئيس الشراكة المسمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية مؤكدا في هذا الصياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الأصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية من جانبه أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطرحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة ومنوها في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتجعيها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر